المؤسسة الصغيرة والمتوسطة في قطر على نحو 92% من حصة المشاريع في الدولة وتعتمد في تصنيفها على معياري العامل ورأس المال فالصغيرة منها هي التي لا يقل عدد عمالها عن الثلاثين ورأس مالها عن مليوني دولار والمتوسطة لا يقل عمالها عن ستين ويتراوح رأس مالها بين مليونين وستة مليون دولار ويظلها جهاز برأس مال قدره مليارين ريال قطري الجهاز يعني بتطوير البنية التحتية الإيكو سيستم في قطر للمشاريع المتوسطة والصغيرة وكذلك يعني بتطوير روح المبادرة لدى الشباب في قطر رأس مال الجهاز توبلين قطر ريال وسيساعد هذا الجهاز على توفير بيئة أفضل وتطوير كفاءة الشركات في قطر ويمثل قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطر نحو 15% من حجم الاقتصاد القطري وتذهب جل مخرجته إلى السوق المحلي في ظل معاناة بحث مزمنة عن أسواق خارجية لمنتجته وتلكؤ المؤسسات المالية في تمويل مشاريعه ما أبقى تمويلات القطاع عند 5% من حجم المحافظ التمويلية للبنوك القطرية وبما لا يزيد عن 150 ألف دولار للقرض الواحد نحن المشاريع التي تقل قيمتها عن 15 مليون عادة نأخذها عن طريق برنامج الضمين المشاريع التي أعلى من هذه نتعامل معها تعامل مباشر عن طريق من قطر للتنمية الحمد لله موجود كثير من المشاريع في الفايبلاين أنا لا يذكرني الرقم حاليا على كم مشروع تم تمويلها إلى اليوم ولكن هناك عدة مشاريع تم تمويلها تتركز معظم المشاريع ذات الحجم المتوسط والصغير في ميداني الطاقة والصناعة مستفيدة من موارد الدولة النفطية والإسناد المالي لمشروع الضمين التابع لبنك قطر للتنمية الذي شكل قوة الدفع لإطالة عمر عشرة المشاريع التي كاد يتهاوى بعضها أمام إحجام أو تردد بعض المؤسسة التمويلية في منحها إكسير التمويل خاصة بعيدا في جار الأزمة المالية التي خلطت أوراق القطاع